السلام عليكم و اهلا وسلام فيكم في قناة ناصر اكس بوك زوم مع النجاح الهائل اللي شافت و لعبة ريسيدنت ايفل 4 ريميك هلا مبدئيا بمجرد ما هاي الغبرة من الميمع اللي عيشتنا اياها لعبة ريسيدنت ايفل 4 ريميك بلشت الان تهدى وتنزل بلشوا اللاعبين الان يتطلعوا على انه شو الاشي اللي جديد اللي راح نشوفه من سلسلة العاب ريسيدنت ايفل خصوصا بما انه احنا الان خلصنا ريميك فالمفروضه المنطقي انه يكون الان فيه توجه انه يكون الان جزء جديد من هاي السلسلة اللي كان فعاليا نحكي اخر انتด لهذا لنحكي القصة والسلسلة من القصص اللي شفناه في ريسيدنت ايفل ايد في هذا الفيديو راح نحكي عن خمس شغلات انا بتخيل انه لو شركت كابكم عملتها في النسخة الجديدة والاصدار الجديد من سلسلة العاب ريسيدنت ايفل بتخيل انه هاي اللعب راح تكون سفاحة ومدمرة ومن الالعاب اللي راح تكون اكيد لها وزنها وقوتها في عالم الالعاب بس قبل ما ببلش الفيديو لو سمحتوا ما تنسوني في زر اللايك بالاضافة اذا انت لأول مرة بتشوف قناتي بتمنى تضغط على زر الاشتراك احلا وسهلا فيك اول شغلة وصراحة وهي بتخيل انه لازم تكون حركة منطقية بين كابكم ما المفروض ان انا صراحة ارشدها لالها وهنا ترد ترجع مرة تانية الكادر او طاقم المبدئين المشهير اللي احنا منعرفهم في سلسلة العاب روسيدنت ايفل الى الحركة الجميلة اللي سوتها روسيدنت ايفل 7 في عام 2017 لما نزلت انها نقلتنا هيك مرة واحدة لشخصية جديدة يمكن لأول مرة احنا منشوفه في عالم روسيدنت ايفل شخصية ايثن وينتز اللي منلعب فيه كان هذا يعتبر من الشغلات اللي يعني كأكيد كان فيها اشي اضافي جميل وبعدين شفنا توسع على قسطه في روسيدنت ايفل 8 وبتخيل الان الاولى انه شركة كابكم ترد ترجعنا مرة تانية لهدول الشخصيات اللي احنا عشنا معهم العاب روسيدنت ايفل من الجزء الاول للجزء السادس مرة تانية لانه مبدئيا فعليا الواحد اشتاقنا الهم على الرغم انه احنا شفناهم نعم في الريميكس اللي صارت لريسيدنت ايفل 2 و3 واخرهم كان روسيدنت ايفل 4 بس الان بنتمنى انه يرجعوا مرة تانية في قصة جديدة في محور جديد لعالمهم وخصوصا مواجهتهم لهدول الزومبيز والفيروسيز المختلفة اللي يعني امبريلا بلشتها وخلت هذا الاشي ينطلق في العالم فبنتمنى الان انه يرد يرجعوا مرة تانية بشكل او باخر انه نشوف على ليلى واحد او تنين من هدول الشخصيات انه يرجعوا لانه احنا مبدئيا الان عم نعرف انه في فيلم رح ينزل للعبة روسيدنت ايفل ويعتبر من الافلام السي جي اي اللي يعني مرسوم عن طريق الكمبيوتر رح نشوف مبدئيا عودة الاهم خمس شخصيات في العاب روسيدنت ايفل رح نشوف كريس رح نشوف جيل رح نشوف ليون بالاضافة الى كلير واكيد طبعا ريبيكا هدولة رح يكونوا موجودين في هذا الفيلم فمو غلط انه نشوف عودة لهم في لعبة جديدة نشوف قصة جديدة تنطلق بناءا عليه على احداث حتى ممكن نشوف جزء عشر جزء احداش وسانه مبدئيا بتخيل انه الاولى والافضل من شركة كابكم انها ترد ترجعنا مرة تانية لهدول الشخصيات العزيزة على قلبنا الشغل التاني اللي بتمنى انه شركة كابكم تعملها وهي نحافظ على مبدأ الثيرت بيرسون يعني اي نعم رسيدنت ايفل 7 برضو عملت حركة جميلة في تغيير منظور اللعب من الثيرت بيرسون للفيرست بيرسون وكان هذا يمكن جزء من الاسباب اللي خلت هاي اللعبة تنجح بس انا بوجد نظرة صراحة انه لسلسلة العاب رسيدنت ايفل بالثيرت بيرسون اللي فعليا بلشته رسيدنت ايفل 4 في عام 2005 هو جزء من الشغلات اللي يمكن خلت هاي اللعبة للحظتنا الحالية من الالعاب اللي مؤسسها وإلها كيان قوي في حياتنا فمشان هيك بتمنى انه جزء الجديد شو ما كان اسمه كان تسعة ولا شو ما كان انه احنا نشوفه عم بيحافظ على او انه بعود حتى يمكننا يصح الكلام انه يرجع للثيرت بيرسون المنظور البعد الثالث عشان بالنهاية يعني يمكن هذا الحكي يعطينا تجربة جميلة عشان نعيش فيها هاي العوالم المخيفة والجميلة اللي كل الالعاب رسيدنت ايفل بترمينا فيها الشغل الثالث صراحة واللي هي يمكن تكون الاصعب انهم يعملوها انهم يركزوا على انهم يقووا عنصر الرعب ويخففوا عنصر الاكشن للأسف هذا الحكي يمكن يكون بسبب انه احنا تعودنا وخلاص وتمسحنا من ناحية انه تخوفنا من هدولة الزومبيز والكائنات الغريبة اللي احنا منواجهها يمكن الجزء الاول كان يمكن اكتر لعبة مخيفة بسبب انه احنا كان هذا عالم جديد لانه الثاني برضو كان يعتبر مخيف الثالث بلشت الامور تخف بالرابع قلبة الامور اكشن الان مش معروفه بسبب انه اصلا شركة كابكو موجهة العاب هنا تصير اكشن اكتر منها رعب ولا فعليا بسبب انه احنا هدولة ينحكي خلاص انه فعليا صارت بالنسبة لان هاي الشخصيات متوقعينها وما رح انخاف من تواجدها فهذا الاشي اللي بتمنى انه تحاول شركة كابكو مترجعنا لإيلو ترد تعيشنا جو الرعب اللي شفناه في اول اصدار اصلي لهاي اللعبة من ناحية Resident Evil 1 اللي بتمنى ان شاء الله انه يحاولوا يخففوا من تركيز الاكشن نعم Resident Evil 4 remake اللي شفناه نزل حديث يعني كان فيه عناصر رعب موجودة يعني ملحوظة بس برضو ما زال محافظ على عناصر الاكشن اللي كانت بتتميز فيها النسخة الاصلية من هاي اللعبة فان شاء الله بنتمنى في الاصدار التاسع وشو ما كان اسمه انه احنا نشوف ابدائيا تركيز قوي يكون على عنصر الهورر وعنصر السورفايفر مع ان نحكي تخفيف على الاكشن ما احنا ما بدنا نلغيه بشكل كامل بس انه يكون الاولوية والاكثرية لعنصر الرعب على حساب الاكشن اللي كان فعليا تبلش ينطلخ من اصدار الرابع وشفناه فعليا زاد في الخامس وصار مبالغ فيه في الجزء السادس النقطة الرابعة اللي بتمنى انها تكون موجودة في الاصدار الجديد من Resident Evil 4 مهم انه حافظوا على استمرارية تواجد هدول العداء اللي يعتبروا على انهم اشبه ما يكونوا للبشر على انهم يكونوا زومبيز اللي شفناهم طبعا في بداية في Resident Evil 4 وبعدين كمناها في Resident Evil 5 يعني كان في Resident Evil 4 الاعداء اسم القنادوز وبعدين شفنا الماجيني هدولة اللي كانوا موجودين في Resident Evil 5 اللي يعني مسيطر عليهم من قبل هذا البراسايت اللي بيحولهم يعني مبدئيا الى ناس يعني هدفهم انهم مموتوق حافظوا مبدئيا على نحكي كل قدراتهم الجسدية وسرعة الحركة اللي بتميز البشر بدل ما يكونوا بطئين وخاليين من الحياة زي ما كنا نشوف في شخصيات الزومبيز هدولة فعليا كانوا يعتبروا اعداء يعني اذو تحدي صعب يعني انت لازم تكون فعليا متمكن عشان انك انت تقدر تواجههم وصولوا زي مواجهتك للزومبيز مثلا زي اللي شفناها في Resident Evil 2 و Resident Evil 3 لانه بالنهاية هدول عم بيحافظوا على كل قدرتهم لنحكي الحركية والمنطقية من ناحية البشر فبعليا بتشوفهم بيعملوا لك في خاخ بيحاولوا يستعملوا اسلحة ضدك فيهجموا عليك باستعمال معدات اللي برفع مستوى التحدي اللي موجود في هاي اللعبة فمشانك بتمنى نشوف استمرارية لإلهم انا ما بدي تكون اللعبة كلها كاملة مبنية عليهم يعني او بشكل او باخر بينما فقط انه يكون في إلهم تواجد عساس انه يضلوا في عنصر تحدي احنا نعيشه في هاي اللعبة وقت الخامسة والاخيرة اللي صراحة يمكن تكون مضعفة لوحدة من النقاط السابقة اللي انا حكيتها وهي انه اللعبة الجديدة من رسيد انت ايفل تكون بتسمح لإلك انت ولاعب تاني تلعبوا في الكمبين تبعها ايدا عمر رح نيجي نحكي بالنهاية انه وجود لاعبين رح يخفف عن عنصر الرعب زي ما انا حكيت باتمنى ان يكون في تركيز عن عنصر الرعب وكيد تواجد لاعب تاني معك رح يخلي هذا الرعب يكون اخف بس انه مو غلط انه تكون اللعبة بتسمح لنا نلعب فيه شخصيتين زي ما شفنا مثلا في رسيد انت ايفل 5 لما كان نقدر نلعب فيه شخصية كريز وشخصية شيفا فهذا الحكي بتمنى يكون موجود وطبعا اكيد انه يعني اللعبة بتسمح لنا بنفس الوقت انه نلعب لحالنا ويكون فيه شخصية اصلا بمشي معنا يعني بشكل ممكن يكون شخصية ثانوية كما بدنا يكون شخصية رئيسية من شخصيات رسيد انت ايفل ممكن مو غلط انه نشوف وجود لآده ممكن حتى نشوف عودة للشيفا مرة تانية تواجد صراحة لاعب تاني خصوصا بعد هاي الفترة الطويل اللي احنا قدناها بدون ما يكون العاب رسيد انت ايفل بتسمح لنا ان احنا نلعب في وضعية الكوب مشانك بتخيل انه وجود المقدر على انك انت تلعب فيه شخصيتين في هاي الكامباني الجديدة رح يرد مبدئيا يعطي نقطة قوية لهاي اللعبة خصوصا بعد الفترة الطويلة اللي احنا عشناها من رسيد انت ايفل 5 ورسيد انت ايفل 6 احنا غبنا سنوات طويلة الان ما شفنا ولا واحدة من العاب رسيد انت ايفل بتسمح لنا ان احنا نلعب مع صحابنا واصدقائنا بس ما بدي يكون العدد كتير كبير عم بدايا بكفي بس على التنين فمو غلط ان نشوف عودة لواحد من الشخصيات الثانوية اللي موجودة في عالم رسيد انت ايفل تكون موجودة معنا ونقدر احنا باي لحظة انه نخلي واحد من صحابنا يدخل على لعبتنا ويلعب معنا سواء كان ممكن نشوف عودة للشيفا مرة تانية او انه يمكن حتى نشوف عودة لشخصية اادة تكون موجودة من الشخصيات اللي بنقدر نلعب فيها بس تكون ثانوية بنفس الوقت هدولهم الخمس شغلات اللي بتخيل بوجهة نظر المتواضع انه لو كانوا موجودين في النسخة الجديدة او الاصدار الجديد من رسيد انت ايفل راح يكونوا يعطوها نقاط قوة اللي بالنهاية راح يرتد عليها ان شاء الله انها تعتبر من اقوى الالعاب اللي راح نشوفها في عالم رسيد انت ايفل واصداراته وسلسلته اللي ما زالت فعليا يعني مستمرة بشكل قوي في حياتنا احنا كلاعبين بتمنى ان شاء الله في نهاية هذا الفيديو انه يكون عجبكم في حال لو خالفتوني او ما خالفتوني او اذا عندكم شغلات تانية بالنسبة للكم برضو راح تعطي هاي اللعب نقاط قوة مغلطة شاركوني فيها في الكومنس عشان نشوف اذا مبدئيا فيه شغلات ممكن تكون فعليا اولى من الشغلات اللي انا حكيتها اهلا وسهلا بكل الكومنس ان شاء الله وبرضو بتمنى اذا انت كنت مشاهد جديد وعجبك المحتوى بتمنى تضغط على زر الاشتراك اهلا وسهلا فيك وما تنساني على الحالتين في زر اللايك لانه هاي الطريقة الوحيدة اللي تساعدوني فيها انه هذا الفيديو وصل لمزيد المشاهدين شكرا للكم للمشاهدة مشوفكم ان شاء الله بفيديو محتوى اخر بتمنى لكم كل خير وسعادة والسلام عليكم